مرحبا بكم على قناتنا الخاسة قناة الحياة لفي كيفما تعودتوا في كل يوم معنا اخبار واحداث جديدة ومتنوعة وموضوع اليوم مش نحكيوا فيها على خاولة سليماني ومش نحكيوا فيها على اسماء الفهري وكيف العادة كل ما يستدعوا خاولة في برنامج يسألوها على سبب طردها من قناة الحوار التونسي وهي كل مرة تقول حاجة واحنا نعرفوا انه الباز تعاركوا على المسلسل هذي كان قال بالذي بليك ان المرة هذي خاولة سليماني بدلت ارايها في الموضوع الجملة وبدلت البحث نهائي وقت اللي ترحوا عليها سؤال قالت انه قناة الحوار التونسي هي الام بالنسبة لها وتحبها برشا ومزيت تكون لها الحب والاحترام وقالت تحب تطور من روحها ومن برنامج متاحها وامي مطان قالت انه سبب الرئيسي اللي تردها من قناة الحوار ومنع اي واحد بشي جي ذايف عندها او يكونتكتيها هو اسماء الفهري زوجة سيمي الفهري كانت تغارع لي برشا قتلك تغارع لي خاصة مني انا بحكم فما علاقة مقربة علاقة صداقة لاكثر والاقل بيني وبينو هي متحبش العلاقة هذي تحب ماذا بينا فما بعض بيناتنا تكون العلاقة سطحية عملية فقط لكن سيمي يدخل روحه ونسل كل تحبه هذي كان ليش علاقتنا متما يزا برشا هي مهيش راضي بالشي هذا غارت مني على رجلها قالت انا من لمهيش هذيك رجلها وحب حييتها وعندها حق في بلاستها دعم الكيفة لكن نحب نقولها اللي انا ويها انا اصدقاء عديد مثلا حتى حاجة بيناتنا وانو سيمي يحبك برشا هذيك عليش ما نحبك اشتربط المرة الجاية بين الخدمة وبين العلاقات الشخصية كي ما قالت زادة عندها جكون في حييتها واللي هي بيش تزوج قريبة ما نعرفوش هالرجل هذا اللي هي مخطوبة دي جا ورجلها رجل اعماليش في فرنسا ويقعد يموللها في البرامج هيد دي الكل وانقول له ان شاء الله كل واحد يستحفظ على رجله لانو رجالنا في وقت هذا متنج مش تأمنو له وما تتيش الثقة فيه حتى راجل حتى لو كان يعبدك ما تنسي واشتراك واشتراك في الجرس وانقول لكم باي باي